مرحبا يعطيك العافية معاكو الطالب عاصم الخلالة مطلب دفد اوفردوز في كلية الطب جامعة البلقاء التطبيقية فيديو اليوم ان شاء الله رح اشرح عن البلد تايبس او انواع زمر الدم رح اشرح عن آلية التبرع بالدم يعني مين الزمر اللي بتقدر تتبرع للزمر الاخرى بداية ايش اللي بيحددلي زمرت الدم اللي بيحددلي زمرت الدم هو وجود هاي الموليكيولز على سطح خلايا الدم الحمراء هاي الموليكيولز عبارة عن غلايكو لبيتز ايش يعني غلايكو لبيتز غلايكو يعني سكريات ولبيتز يعني دهون إذن هي عبارة عن جزيئات مكونة من السكريات والدهون هاي الجزيئات لها نوعين أساسيين أول نوع هو A وثاني نوع هو B واللي بيحددلي وجود A والB أو A لحالها أو B لحالها أو غياب A والB هي عوامل وراثية يعني جزيئ الDNA هاض بيحتوي جينات تعملي translation أو بتترجملي وجود A والB طب قبل ما لبدأ بقليت التورع بالدم في عنا فكرة مهمة جدا بعلم المناعة لازم تكون واضحة أي جسم غريب بيدخل على جسمنا فورا جسمنا استجابته المناعية أنه يكون antibodies هاي هي antibodies أجسام مضادة إيش وظيفة الـ antibodies وظيفتها إنها ترتبط زي هيك بالجسم الغريب فبالتالي جسمنا بيعرف إنه لازم يدمر هذا الإشي لأنه هو عبارة عن جسم غريب فبالتالي هل إحنا منتوقع إنه خلايا جسمنا الطبيعية لها antibodies أكيد لا يعني لو عنا normal cell هون هاي خلية من أحد خلايا جسمنا مستحيل يتكون عليها antibodies هذا الحكي مستحيل لأنه لو صار هيك كان كل جسمنا بياكل بعضه يعني الفكرة الأساسية إنه antibodies فقط تتكون للأجسام الغريبة طيب خلينا نيجي هون عند خلايا الدم الحمراء هسا الشخص اللي يزمر الدمه AB زي هاف اللي عنده A وعنده B A عبارة عن مكون طبيعي بجسمه وB عبارة عن مكون طبيعي بجسمه فبالتالي هل إحنا ممكن نلاقي antibody للأي أكيد لا ما في antibody للأي وهل ممكن نلاقي antibody للبي أكيد ما في antibody للبي لأنه هاي عبارة عن أجزاء طبيعية من الخلية نفسها فلو كان في عنا antibody A كان جسمنا هاجم هاي الخلية ودمرها فبالتالي يبطل عنا دم طيب ننتقل للشخص اللي يزمر الدمه A هل ممكن نلاقي عنده antibody A أكيد لا هل ممكن نلاقي عنده antibody B أكيد ممكن عادي لأنه إذا دخلت جزي B على الجسم فهو هات جزي غريب فورا الجسم اجتجابته المناعية بتكون antibody B طيب بالنسبة للشخص اللي يزمر الدمه B هل ممكن نلاقي عنده antibody A أكيد ممكن عادي لأنه أيضا إذا دخلت A على جسمه فهذا عبارة عن جسم غريب لأنه خلايا دمه ما بتحتوي على A فبتكون antibody A لكن هل ممكن نتكون antibody B مستحيل لأنه B أحد أجزاء خلايا الدم الحمراء الطبيعية عنده طيب بالنسبة لللي ما عنده لا A ولا B اللي هو زمر الدمه بنسميها O شو بتتوقعوا الantibodies اللي موجودة عنده هذا الشخص ممكن يكون antibody A لأنه إذا دخلت A عليه فهو جسم غريب لاحظوا أنه ما عندنا A وأيضا ممكن يكون antibody B لأنه أيضا إذا دخلت B عليه فهو بيعتبرها جسم غريب لأنه هون أيضا ما عندنا B فبالتالي بيحتوي على antibody A و antibody B طيب هسا إحنا فهمناها بس عشان سرعة الحل أو الحفظ بتكون الantibodies عكس الـ glycolipids يعني اللي عنده glycolipids A و B بيكون ما عنده الantibodies اللي عنده A بيكون ما عنده A بس عنده B اللي عنده B بيكون ما عنده B بس عنده A واللي ما عنده لا هاي ولا هاي بيكون عنده الثنتين طيب هسا خلينا ننتقل للتبرع بالدم مين الزمر اللي بتقدر تعطي مين طيب خلينا نشوف هون بداية هذا عبارة عن دم المتبرع blood of the donor دم المتبرع وهاي عبارة عن شرايين الشخص المستقبل blood vessel of the recipient يعني جسم أو شرايين المستقبل للدم طيب أول حالة عندي هو شخص زمر الدم و A B وبحاجة إلى دم من أي زمر هذول بنقدر نعطي هسا بما أنه هو زمر الدم و A B فمعناته ما عنده لا الانتي بادي A ولا الانتي بادي B فبالتالي نو انتي باديس طيب نشوف أول حالة لو عطيناه من دم ال A B نفرض ان هاي الدم دخلته هل رح يحصل فيه تفاعل بين الانتي بادي ودم المتبرع؟ أكيد ما رح يحصل تفاعل لأنه أصلا ما فيه انتي باديس عند هذا الشخص دمه A B فبالتالي بيقدر نعطيه دم من ال A B طيب خلينا نشوف ال A لو دخلنا هيك هل رح يصير فيه تفاعل؟ كمان ما رح يصير في التفاعل لأنه ما فيه عندنا أصلا انتي باديس وكمان ال B ما رح يصير فيها تفاعل وال O ما رح يصير فيها تفاعل فبالتالي اللي زمرت دمه A B بيقدر يستقبل من أي زمرت دم وهذا الحكي خلي العلماء يسموا الأشخاص اللي زمرت دمهم A B بالUniversal Recipients المستقبل العام لأنه بيستقبل من أي زمر دم طيب الروح للشخص اللي زمرت دمه A اللي زمرت دمه A رح يكون عنده أنتي بادي B زي ما حكينا بالعكس طيب الحالة الأولى A B لو عطينا دم واحد زمرت دمه A B بنشوف هون انه عندنا هون غلايكو بروتين B وهون عندنا أنتي بادي B رح يتفاعله مع بعض الأنتي بادي رح يتفاعل مع ال B فبالتالي ما بنقدر نعطي دم ال A B لشخص زمرت دمه A طيب نشوف ال A لو دخلنا A هون هل في عنا أنتي بادي A ما عنا أنتي بادي A فبنقدر نعطيه B عنا أنتي بادي B فما بنقدر نعطيه أما ال O لما يدخل هون هو أصلا ما عنده غلايكو بروتينز عشان تتفاعل فبالتالي بنقدر نشوف الحالة الثالثة عندي اللي هو دمه B من مين بيقدر يأخذ هل بيقدر يأخذ من ال A B نشوف ال A B هون عنده غلايكو بروتين A واللي زمرت دمه B عنده أنتي بادي A فبالتالي رح يتفاعلوا مع بعض وما بنقدر نعطيه طيب هل اللي زمرت دمه A بيعطي اللي زمرت دمه B بنشوف هون عنا كمان غلايكو بروتين A والأنتي بادي A كمان ما بنقدر طيب اللي زمرت دمه B هون عنا غلايكو بروتين B لكن ما عنا أنتي بادي B فبالتالي بنقدر واللي زمرت دمه O ما عنده أصلاً غلايكو بروتيز عشان تتفاعل فمنقدر نيجي للحالة الرابعة والأخيرة اللي هي بلد تايب O من مين بيقدر ياخذ لأنه بلد تايب O فعنده الانتي بادي B وعنده الانتي بادي A فمنشوف الAB بيقدر ياخذ هذا رح يتفاعل مع هاذ وهذا رح يتفاعل مع هاذ فما منقدر وأيضاً من الA ما بيقدر لأنه هاذ رح يتفاعل مع هاذ والB هون ما بيقدر إلا الO بيقدر لأنه ما فيك لكو بروتيز تتفاعل معه يعني AB ما بيقدر وA ما بيقدر وB ما بيقدر لكن الO بيقدر بدنا نلاحظ ثلاث قواعد رئيسية بالإشي اللي حكينا أول قاعدة أصلاً ذكرناها واللي هي إنه الزمر الدمه AB هو الـ Universal Recipient ثاني قاعدة عنا إنه الزمرة بتستقبل وبتعطيه من مثيلها يعني الAB بنلاحظ إنه أخذ من الAB والA بنلاحظ إنه أخذ من الA والB بنلاحظ إنه أخذ من الB وأيضاً الO بنلاحظ إنه أخذ من الO هاي القاعدة الثانية أما القاعدة الثالثة والأهم إنه بنلاحظ الO أعطى الجميع دون استثناء فبالتالي خلى العلماء يسموا الـ Universal دونر المعطي العام يارب تكونوا استفدتم من هذا الفيديو واستنونا في فيديوهات الجلد واستنونا في فيديوهات الجلد موسيقى شكرا